أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان عاوز أتكلم اليوم عن موضوع كتير كتير مهم ولسيما الأحداث اللي عم نشوفها حوالينا والظروف اللي بتدعو كتير من الناس أنه تصل لوضع نفسي صعب جدا وفي ناس كتير فقدت الرجاء وفي ناس عم يعني بتتساءل هل الله شايف هل الله عارف هل الله صامت أم يتواصل أم يتفاعل مع احتياجاتنا أو معنا موضوع الحلقة اليوم يوجد رجاء ونعاوز أشجع كل مشاهدة وكل مشاهدة أنه فعلا يوجد رجاء وهذا الرجاء إليك أنت شخصيا إليك أنت أيضا فبصلي خلال هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك فيها بنيان ومنفعة روحية وبصلي اليوم تكون خطوة جديدة بداية جديدة في حياتك موضوع اليوم يوجد رجاء صدى الكلمة كبير جدا ولسيما في الظروف وفي الأحوال وممكن أي شخص يقول أين هو الرجاء شو ممكن في البداية توضح في هذا الموضوع صحيح صدى الكلمة مش بس مختلف لكن هو ممكن يكون غريب في الأيام دي يعني لما تقول في وسط كل الأخبار المزعجة والكآبة اللي بتحيط بينا من كل جانب لما تيجي تقول يوجد رجاء الحقيقة ممكن حتى تتسمع بمنظور أنه اللي بيقول كده كأنه مغيب كأنه مش فاهم يعني أو مدعي يعني يا إما مغيب يا إما مدعي أنه تيجي في وسط الظلمة دي وتقول فيه رجاء فيه نور في آخر التنل أو في آخر النفق هو فعلا حاجة مختلفة بس احنا جايين عشان نقول أنه ده اللي احنا مش بس بنتعشم فيه لكن ده يقين أنه لينا نور في وسط كل الظلمة اللي حوالينا وده اللي هتمنى بنعمة الرب نقدر نشجع بيه أخواتنا أنه يوجد رجاء اشتركوا في القناة شكرا شكرا